ترجمة نانسي قنقر وخلال مشاركته في أرشة عمل حول الأمن الإنساني بعنوان إعداد البرلمانيين لبناء السلام ومنع النزاعات أشار إلى أن هناك العديد من السياسات والتشريعات التي يمكن للبرلمانيين انطلاقا من صلاحياتهم الدستورية أن يشاركوا من خلالها في بناء السلام ومنع نشوب النزاعات وذكر النائب حسن أن مملكة البحرين تدعم وتشارك في عمليات حفظ السلام كما تدعم المملكة كل الخطوات الدولية الرامية إلى إحلال السلام ونشر السلم بين مختلف الشعوب مبينا أن المملكة تدعم أي إصلاح أو تطوير لعمليات حفظ السلام يساعد على بلوغ غايات الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر